يا أيها الناس إننا خلقناكم من ذكر وأنثى ودعلناكم صعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الغضب طبيعي طبيعي أنه إذا فيه إنسان تحبه يعز عليك وواحد يعني يسيء إليه أن تغضب المهم أن لا يظهرنا الموقف كما لو كنا سدجاً أو بسطة أو قابلين للاستفزاز أي إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر مجرد محاولة؟ بأن ديننا الإسلامي لن يتضرر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى بكثير إذا كان مخرج فاشل أو مصور رسام لا مواهب يستطيع أن يستفز هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها ويحدد موضوعات خطب الجمعة القادمة وموضوعات تحركنا القادمة فهذا الدليل على غلبة الانفعال على الفعل عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف لمن أساء إلي قومه دعا قال اللهم إحدي قومي فإنهم لا يعلمون لأني مسلم وأحب الرسول فلن أعالج الخطأ بخطأ مثله فالطاقة التي تولد من الغضب إما أن نوجهها في أمور سلبية تسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة وتسيء إلى الإسلام والمسلمين أو أن الطاقة هذه اللي طالع من الغضب توجه إيجابا وبالتالي تحسن من صورة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صورة الإسلام والمسلمين لا نريد أن نخالف مقتضيات الإيمان بالقتل والاعتداء وإظهار المسلمين وكأنهم همج لا نريد أن نعادي أحدا نريد أن نصادق الجميع كيف ننصر سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ننصره بأن نتخلق بخلقه ومن الفعل الإيجابي نشر سيرته وشمائله العطرة باللغات العالمية من قرأوا سيرته وقرأوا سنته وقرأوا تاريخه عرفوا أنه أبعد ما يكون عن هذه الخصار التي يكونونها عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما إذن فلننصر اليتامى ونتعاطف معهم كنوع من النصرة النبوية أن نوشها الباقيات إلى زعماء العالم أن نطبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تعاملاتنا الشخصية ونظهر لها الآخرين بصورة يتقبلها الآخر حسب عقلية وحسب فكرة بآخر ما عندي من صوت أنادي الناس جميعا أن يتآخروا وأن يتحابوا وأن لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يسيء بعضهم إلى بعض فنحن نبحث عن أولي بقية من العالم الغربي أي أولي عقول وتمييز لنكوين معهم حلف الفضول حلف الفضول يدعو إلى السلام يدعو إلى المحبة والوئان يدعو إلى الارتفاع عن وهدة الحروب إلى ربوة الازدهار وربوة البناء ترجمة نانسي قنقر